نتابع كلمة رئيس الوفد المغربي عمر هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبار رؤية متكاملة تتماشى وأهداف تنمية مستدامة وتجزي سيدا للعناية الكريمة التي ما فتأيوليها صاحب جلالة ملك محمد السادس نصره الله للنهود بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام وجه جلالته اليوم رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة من خلال مشاورات تشاركية بمساهمة جميع الفاعلين من أجل رفع مقترحات تهديلات لهذه المدونة لجلالته في أجل أقصى ستة أشهر السيد الرئيس تعرب المملكة المغربية عن عميق قلقها من عواقب التمادي في إشاعة خطاب الكراهية خاصة عبر وسائل تواصل اجتماعي بما يساهم في بث الانقسامات داخل المجتمعات وبين الثقافات والدول واستشراء تطرف العنيف بل ويمثل عاملاً أساسياً من عوامل عدم الاستقرار العالمي وهو ما أبرزه صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي احتضنته مدينة فاس يومي 22 23 نوفمبر 2022 حين قالوا أقتبس لم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا الكم الهائل من المخاطر ولم يسبق للعيش المشترك أن واجهها مثل ما يواجهه اليوم من تهديدات بشكل يومي ونادراً ما كان الآخر مطار ارتياب والشك مثل ما هو اليوم بل نادراً ما كان يستخدم كل سبب سبب مفتعل لإطارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها كما هو الشأن اليوم نهاية الاقتباس وهنا لا بد من التأكيد مجدداً على رفض المملكة المغربية القاطع والسنكارها لأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة وتنديدها الشديد لتدنيس وإحراق المصحف الشريف والذي يمس مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم ويعتبر خرقاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان ويتوجب على الدول المعنية اتخاذ كل تدابير لازمة لمنع هذه الخروقات وتمشياً مع هذا الموقف قدمت المملكة المغربية في شهر يوليوز من هذه السنة قراراً يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية تم اعتماده بالإجماع من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة لأمم المتحدة يدين تدنيس الكتب السماوية ويصنف لأول مرة هذه الأعمال ضمن انتهاكة القانون الدولي كما دعا القرار السيد الأمم العام للأمم المتحدة إلى تنظيم أول مؤتمر حول خطاب الكراهية في سنة 2025 وهو عين منها بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في التقارب بين الأمم وإشاعة اتقافة السلام والتسامح قدمت المملكة المغربية ملف ترشيح مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 وقد أبرز صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله مدلول هذا الترشيح هنا اقتبس هذا الترشيح غير مسبوق الذي يجمع بين قارتين وحضارتين إفريقيا وأوروبا ويوحد دفتين البحر الأبيل المتوسط ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم نهاية الاختباس سيد رئيس تبقى المملكة المغربية متشبتة بحل سياسي نهائي لنزاع الإقليم المفتعل حول الصحراء المغربية مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار والسلم في المنطقة والقارة الإفريقية وإذ يواصل المغرب دعمه لجهود السيد الأمين العام للأمم المتحدة وانبعوته الشخصي ستافان ديمستورا لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيقة وبنفس المشاركين خاصة الجزائر الطرف الأساسي في هذا النزاع تبقى للقرار 26-54 لمجلس الأمن فإنه يجد التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق كما تظل مبادرة الحكم الداتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية هي الحل الوحيد والأوحد ولا بديل له لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وعلى هذا الأساس تدعم اليوم أكثر من مئة دولة من كل جهات العالم المبادرة المغربية للحكم الداتي كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصريات عامة لها في مدينتي العيون والدخلة مؤكدة بذلك دعمها تام لمغربية الصحراء وفي إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 مليارات دولار وتم إنجازه بنسبة 81% حتى الآن تم إطلاق عدة مشاريع للتنمية السوسيو اقتصادية جعلتها قطباً جهوياً للمبادلة التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم وقد عاين المبعوض الشخصي للأمين العام الممتحدة السيد ستافان ديمستورا شخصياً هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينتي لايون والداخل في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر ويندرج هذا المجهول الكبير في إطار تنزيل توجيهات سامية لصاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله والتي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة الدكرة 47 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2022 حين قال وأقتبس توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والديبلوماسي والنهود بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة نهاية الاقتباس كما تجدد المملكة المغربية التعبير عن قلقها البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف بالجزائر حيث تفوضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لحماية لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباط ذات ارتباطات مؤكدة وموتقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية إن هذا الوضع الشال يسدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر سماح بتسجيل وإحصاء سكان محتجزين بمخيمات تندوف في انتهاك واضح وصاريخ صاريخ لقانون دولي ولينداءات متكررة لمجلس الأمن منذ 2011 إن عدم تسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر فتح الباب على مصراعيه لاختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والغير الحكومية وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقرير السلام